بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بارت سري وبنتكلم على ديزاين اكزامبل بمعنى عايزين نشوف اكزامبل ليه الفريمز ازاي بتتصمم فانا عندي هنا يبقى انا بنقول ان انا عندي لو ده المصنع المسافة ديه تمانية متر اد اربعة متر انتيرفلز يعني الفريم ده بيتكرر عندي كل اربعة متر the continuous slab is 120 مليمتر sickness يبقى the ts اللي هو سمك السقف 120 مليمتر the life load اللي موجود على الروف 1.5 كيلو نيوتن على المتر سكوير والصويل بير كبستي بتاعة الصويل عندي ليه 150 كيلو نيوتن على المتر سكوير the columns are connected with a blint beam and the base of the column may be assumed as fixed يعني الكولم اللي احنا هنشتغل عليه النهاية بتاعته تعتبر fixed مطلوب ان احنا نعمل ايه design اللي سلاب والكولم والبيم members and suitable footing for the columns if the portal frame adopt M20 grade concrete يعني ديت الكومبريسي في سترينس بتاعت الخرصانة والحديد اللي عشغال عليه ربعمائة وخمستاشر also prepares a detailed structural drawing فده يعتبر مشروع كامل ان انا عندي ورشة الورشة دي عايز اغطيها بمجموعة من الفريمز واللوت اللي موجود عليها دي الداتا given بالنسبالي اللي spacing بتاع اللي frames اربعة متر بنلخص بقى الداتا بعد كده اللي اسبان عندي اللي هو مش الكلير اسبان ده التوتال اسبان عشرة متر الهيط بتاع الكولم اربعة متر يعني ده الفريم المسافة ديت اربعة متر اللايف لود واحد ونص كيلو نيوتن على الميتر سكوير السيكنس بتاع اللي اسلاب مية وعشرين ميلي الكونكريت جريد اللي هي ام عشرين والاستيلي شغالين عليه ربعمائة وخمستاشر ده منظور للمشروع اللي المفروض نعمل له عملية الدزاين الكلير اسباسنج تمانية المسافة بين كل فريمو التاني اربعة متر ارتفاع الكولم اربعة المفروض هنا هنختار مجموعة من الساكندر بيمز علشان نصب السقف عليها اشتركوا في القناة